أعلن الانتحاد الدولي لقرة قدم فيفا انطلاق مرحلة أولى من مبيعات تذاكر كأس العالم فيفا قطر 2022 النهاردة يوم الأربع التي تقام نفساتها في نهاية العام الجاري وتتوفر مجموعات متنوعة من التذاكر بهدف استقطاب أكبر عدم ممكن من جمهور قرة القدم في المنطقة وفي العالم بدتها مرحلة أولى من مبيعات التذاكر النهاردة ساعة واحدة الضهرة تختتم في 8 من فبراير المقبل وتتاح خلالها الفرصة أمام مشجعين تقديم طلبات لحجز التذاكر ويعني سيحظى جميع الناس اللي تقدم بالطلبات بنفس الفرصة بفرص متساوية في شراء التذاكر سواء الناس اللي تقدم في الطلبات في أول يوم أو في اليوم الثاني أو حتى في اليوم الأخير في أي وقت في الأيام دي كله هياخد نفس الفرصة متساوية علشان تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات بحسب قواعد الفيفا في بيع تذاكر النسخة السابقة من كأس العالم أو من الكؤوس بقى اللي فاتت في 2010 و2014 و2018 ويستفيد مشجعين من سكان الدولة اللي هتستضيف البطولة من أسعار خاصة لتذاكر الفئة الرابعة والتي تبدأ من 40 ريال قطرية لمباراة النسخة المقبلة من كأس العالم نتمنى بقى كده يعني إن شاء الله منتخب مصر يكون موجود ونسافر كلنا ونحضر ونشجع ونقاذر وانتخابنا الوطني وإن شاء الله حلم الملايين يتحقق